هاي ازايكو عمين ايه؟ معاكو خلود وسوري على ان اتأخرت تبقالي كتير عارفها بس كان عندي ظروف بما اننا زي ما قلت قبل كده فيديو الانستجرام ان احنا في فابيوري يعني في شهر الحب ففرصة ان انا نتكلم على مدرسة الرومانسية في الادب الرومانتسزم في الادب والادب بيشمل يا جماعة النافلز والدراما والشورج توري والبويتري كمان لانه بيشمل كل انواع الادب وكمان حاجات تانية بس انا بتكلم على الحاجات اللي احنا متخصين اصلا فيها المدرسة الرومانسية الرومانتسزم ده هيكون جزء الاول جزء التاني غالبا هينزل بعد ده هيكون فرع من فروع الرومانسية وهو الدورك رومانتسزم او الرومانسية السوداء ده جزء يعني هتاخد كاركتريستيكس من ده طبعا اكيد كتير بس في حاجات فيها اختلاف شوي فشوفوا الفيديو برضو التاني لان في كتير من الروايات والمسرحيات والشورج توري والقصائد هتلاقوها تندرج تحت الادب ده المدرسة الرومانسية دي مدرسة كبيرة جدا في الادب اوكي والشعر كانت في اواخر القرن التمنتاشر اوائل القرن التسعتاشر او لحد نص القرن التسعتاشر كده اوكي من تقريبا سيفنتين ناينتي لحد ايتين فيفتي اباوت يعني طبعا حاجات دي بتكون رفل يا جماعة يعني احنا ما بتبقاش اكيرت اوي السنين في التاريخ بس يعني بنقول في حدود اوكي طيب قبل ما ابدأ هتروحوا على يعني هتشوفوا الفيديو ده في فيديو مقدمة هتلاقوه موجودة على الانستجرام في معلومات اضافية روحوا كمان على فيديو الفيسبوك هتلاقوها في اشهر الادباء والشعراء بتوع او امثلة يعني على المدرسة الرومانسية وهتلاقو اللينكات كلها موجودة تحت في الديسكريبشن كمان هسيب لكم تحت ويب سايت فيها المعلومات اللي انا بقولها واكتر باللغة الانجليزية للناس اللي بتدريس الكلام ده اوكي طيب قبل ما ابدأ ما تنسوش بقى تعملوا لايك وكومنت وشير وسابسكريب ومفعل الجرس طبوين على الانستجرام والفيسبوك ويلا بينا نكمل المدرسة الرومانسية المدرسة الرومانسية ظهرت في وقت كان فيه العلم مسيطر كان فيه الناس بدأت تهمل المشاعر وتهتم جدا بالعقل والساينس وكلام من ده اوكي يعني مرحلة الاندستريال ريفولوشن او الثورة الصناعية بدأ يبقى فيه جفافة عاطفي جدا الناس كلها بتهتم بالعلم اكتر من اي حاجة فظهر ادباء وشعراء عملوا زي ريبالين كده او يعني ثورة ضد التفكير العقلاني الزيادة ده والعلمي اوي ده وبدأوا يعملوا تركيز على المشاعر والاموشنز والحرية حتى في الستايل يعني ما يبقاش فيه ستايل محدد قوي نكتب فيه والنماطية الزيادة بتاعت العلم دي بدأوا يصوروا عليها ويحاول ان هما يغيروا التريند بقى اللي كان موجود ده ساعتها كان عندي طبعا المدرسة الرومانسية مهم جدا ان بدأ يبقى فيه اهتمام بالطبيعة بالجمال بالانسان وتجربته الشخصية في الحياة مش بقى العلم والرولز العلمية بتاعت الكون لا بقى التركيز اكتر على الانسان نفسه وتجربه الشخصية على الحواس على الخيال طبعا انا ببص هنا على اللابتوب انتو عارفين اللي عارفني من زمان عارف ان انا هنسى المعلومات طبعا ان انا هبقى كتبه points اوكي انيوي الرومانسية ليها عشر خصائص مشهورة جدا او نقدر نقول الكامن يعني انا مش هتكلم طبعا بصفة فيه بقى خصائص تانية رقفيعة كده سانا هتكلم على اشهر عشر خصائص للرومانتسيزم او المدرسة الرومانسية خلينا نتفق ان الرومانسية يا جماعة او المدرسة الرومانسية او الادب الرومانسي مش لف لفة وقلوب حمرة وورود حمرة بس اوكي عشر انتو هتلاقوا فيه اعمال كتير مندرجة تحت او تسمى تصنف ان هي تحت المدرسة الرومانسية ولكن هتلاقوها كئيبة جدا هتلاقوها متشأمة جدا هتلاقوها فيها ممكن دموية ممكن قتل ممكن ريفانج فما تستغربوش هيا مش كلها رومانتك يعني روميو ان جوليت لا اوكي ليه هنشوف دلوقتي في الكاركتريستيك خلونا نروح على اول كاركتريستيك عندي في الادب الرومانسي وهي تمجيد الطبيعة وخلي بالكم النقطة دي لاني هحتاجها في الدورك رومانتسيزم اوكي الرومانسية السودية انا هتكلم عليها من منظور الرومانسية العادية اوكي يعني ايه تمجيد الطبيعة انسان الرومانسي القديب ما هو القديب والشعر ده انسان اوكي فطبيعي لما يبقى رومانسي هيحب الورد والشجر والطبيعة والعصفير اللي بتسوصوا والحاجات دي اوكي اكيد الحاجات دي بالنسبة له تبقى حلوة هتبقى ليه لانها بتخطب الخيال بتخطب الحواس فدي كلها حاجات بالنسبة له بقت مهمة كانوا بيعتبروا الطبيعة ان هي ضد يعني فكرة الطبيعة دي حاجة من صنع ربنا فحاجة الهية كده ربانية ضد الورك او العمل اللي هو داخل فيه الانسان فزي ما قلتلكم هو كان ثورة على سيطرة العقل والعلم ولذلك شافوا ان الطبيعة حاجة على طبيعتها حاجة wild حاجة الانسان ملوش دخل فيها فبدأوا ياخدوها رمز ضد الورك اللي هو ضد العصر اللي قبلهم بدأوا دايما هتلاقوهم بياخدوا سيمبلز او رموز من الطبيعة وبيحطوها عندهم في الاعمال بتاعتهم يعني عندي فيه قصائد كثيرة هتلاقوها داخل فيها المناظر الطبيعية الفصول زي فيه عندي قصيدة مشهورة او اسمها The Autumn اوكاي اللي هي الخريف او 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 الخريف اني و هي حنتكلم بقى على الامثلة دي في فيديو الفيسبوك بس يعني مش عايزة تدخل فيها دلوقتي المهمة هتلاقو كده بيستخدم كل الرموز اللي موجودة عندكم قدامكم في الطبيعة بيستخدمها جوه العمل بتاعه whether كان قصيدة او كان رواية او كده هتلاقوهم دايما في الاعمال بتاعتهم لما يجوا يوصفوا مشهد او يوصفوا حاجة بيركزوا اوي في الوصفة على الناتشر و الناتشر للاحداث او للكاركترز او كده طبعا يا جماعة لطبيعة برضو رمز للحرية يعني حاجة حرة حاجة من غير قيود حاجة ويلد فده بالنسبة انا طبعا هقول باختصار اوكي عشان لو قعد ترغي في كل واحدة هنقعد خمس ساعات فانا هقول باختصار عشان تفهموا بس البوينت ولكن تحت اللي عايز معلومات اكتر او كلام اكتر هتلاقوها في اللينكس اللي هاتبها لكو في الديسكريبشن الناس سألتني فين الديسكريبشن بوكس في فيديو موجود على القناة موجود فيه ازاي تفتحوا صندوق الوصف اوكي فهتلاقوه موجود دوروا بقعالي هنروح للنقطة التانية او تاني كاركتوريستيك موجودة في الرومانتسيزم وهي طبعا الرومانسية يعني مشاعر فالawareness والacceptance of emotions awareness يعني ادرك او وعي ان انا يبقى عندي ادرك لمشاعري وللمشاعر واحسها كلها واكسبتنس كمان او يعني قبول ان انا بقى قبل المشاعر قبل الحزن قبل الفرح قبل الزعل قبل كده يعني اوكي لان في ناس كتير بتبقى في حالة دينايل ما بتبقاش عايزة تقبل المشاعر لا المدرسة الرومانسية كانت بتؤمن مش بس بقوة المشاعر واننا ندركها ونحسها وكمان نقبلها وخلي بالكم ان المشاعر انا بتكلم على المشاعر الاكستريم لان هتلاقوا دايما القدباء الرومانسية وشعراء الرومانسية مشاعرهم رايحة اكستريم يعني مش المشاعر اللي هي متوازنة كل انسان لازم يبقى جواء المشاعر والعقل فيه فيه بالنس لا انا بتكلم على ناس كانوا مشين ورا الاموشنز اكتر بكتير من اي منطق واي عقل عشان ده هيفرق معايا في مدارس او في فرق بينهم وبين مدارس تانية في الادب برده وانا مش ماشي المدارس بالترتيب يعني ممكن بعد كده تلقوني بتكلم على مدرسة قبل دي طبعا قبل ما انا اكمل المدارس الادب مش هتكون هي اللاين الوحيد في القناة احنا دي هتبقى تحت بلاي لست مكتوب عليها مدارس الادبية او كده اوكي ولكن احنا برده ستيل هنتكلم على الروايات والمسرحيات والشورت ستوريز بس يعني كل كم مرة كده هندخل مدرسة ادبية عشان تفهموا تطبقوها ازاي على الاعمال اللي عندك طيب خلونا نتكلم بقى نقطة الاموشنز awareness and acceptance of emotions طيب احنا قلنا ان المدرسة الرومانسية ظهرت ثورة على العقل والمنطق والعلم ولذلك لما انا اعمل تركيز وفوكس على الاموشنز فانا كده حاجة تعتبر counter part او نقيد للتركيز اللي كان حاصل قبل كده على العلم والساينس والعقل والتفكير الراشنل والكلام ده كل طيب دي حاجة اكيد انا لما اجي اوصف المشاعر بكل دقة يعني هتلاقوا ان الروايات والمسرحيات والقصائد والشورت ستوريز حتى اللي فيها اللي تحت مدرسة الرومانسية هتلاقوا وصف المشاعر اقوى حاجة موجودة وواضحة يمكن اكتر من وصف الناس او وصف الشكل الخارجي مش مشاعر يعني ايه مش بس الحب مش عشان هي مدرسة رومانسية فعيوصفوا الحب بس لا الحب الحزن الغضب الكراهية كل حق الغيرة اي مشاعر الانسان حتى الوحدة والتشاقم والاحساس بالاحباط كل انواع المشاعر بيتموا وصفها بدقة عالية جدا وده من خصائص المميزة او المدرسة الرومانسية وكمان ساعد مش بس انه يناقض العصر العلمي اللي قابله ولكن كمان انه ساعد ان اعمالهم تنتشر جدا والناس تحبها جدا ويبقى ليها جمهور ويبقى ليها يعني قبول جدا عند الناس طب ليه طبيعي يا جماعة ان اكتر حاجة الناس بتحب تشوفها او بتحب تقراها الحاجة اللي بتلمسنا وعشان تلمسنا هتعبر او توصف حاجة احنا حسنها اكتر من حتى افكارنا على فكرة يعني ممكن كاتب يتفق معك في الافكار تحبه ولكن الكاتب اللي يوصف مشاعرك هتتعلق بيه اكتر لان احنا بنبقى دايما الانسان عنده حتة انا عايز حد يوصف انا حاسس بايه انا حاسس بعاجة مش عارفة وصفها فعايز حد يوصفها لي فلما لاقي رواية بتوصف بالزبط الاحساس اللي انا حساه دي اكتر حاجة بتخليك تتعلق بالعمل ولذلك بيخليها انتشر جدا فعلشان كده من الحاجات اللي ساعدت المدرسة الرومانسية انها تكبر وتنتشر جدا عالميا هي انها بتوصف المشاعر فالناس كلها بتحس انها بتكلم عنها بتوصفني بتوصف انا حاسة بايه بتوصف احساسي فبدأت الناس تحبها وتنتشر جدا ولكو انت تتخيلوا فور اكزامبل ان رواية فرانكشتاين بتاعة ميري شيلي اللي هي الرعب اساسا وهتلاقوها موجودة عندنا على الشانل دي تحت الادب الرومانسي مع ان هي قصة رعب هي ما فيهاش اي حاجة ولا حب ولا غرام ولا اي حاجة لكن ليه تعتبر رومانسية رغم ان هي ما فيهاش حب ولا كلام من ده لان فيها خصائص المدرسة الرومانسية خلي بالكم ان انا مش شرط ان العمل عشان او اصنفه تحت جانر او تحت مدرسة معينة في الادب انه يبقى يعني بيكلم عن نفس كل حاجة لا هو ممكن يبقى فيه الخصائص بتاعتها هتلاقوا ميري شيلي وصف المشاعر جدا لو انتوا هتقروا الاريجينال طبعا مش السامري هتلاقوا وصف جامد اول المشاعر في العمل ده ورغم ان هو عمل رعب ما فيهاش اي حاجة حب اقول مستخلص طيب هنروح بعد كده على وتاني هقول لكم فيديو الفيسبوك هتلاقوا عليه الانستجرام عليه معلومات والفيسبوك عليه معلومات تانية عن بقى الاجزامبلز دي طيب تعالوا نشوف تالت نقطة وهي طبعا الاماجينيشن الخيال ده سيليبريشن اوف ارتيستيك كرياتيفيتي الاول اللي هو انه لازم يبقى فيه يعني كرياتيفيتي ان حد يبقى كرياتيف كده من ناحية الفنية او الادبية والاماجينيشن الخيال طيب طبيعي الانسان الرومانسي هتلاقيه عايش في الخيال عايش في كوكب تاني عايش في اللالالان زي ما بنقول طبيعي ان هما يهتموا بالفن والقدرة على انك تبقى كرياتيف قوي فنيا الى جانب وعشان ابقى كرياتيف فنيا لازم يبقى عندي خيال ما هو فيه اديب في الدنيا هيكون كرياتيف وبيكتب اعمال خالدة ومهمة وهو اصلا ما عندوش خيال ما ينفعش ما هو لازم الخيال مرتبط جدا بالادب والكرياتيفيتي بتاعت الادب فهم عشان كده محطوطين في نقطة واحدة اوكي طيب تعالوا نتكلم بتفصيل اكتر عن نقطة دي هرجع تاني واقول بالتناقض مع العصر الالمي اللي كان قبلهم بدقوا ان هما يشيلوا الفوكس من على الريزن او العقل والتفكير والمنطق والعلم ويخلوه على الخيال مش كل حاجة وقعية مش كل حاجة اللي بيحصل قدامي خلي بالكو عصر العلم ده كان ما بيقومنش بأي حاجة برا اطار العقل واللي انا شايفه قدامي في الواقع هتلاقوا فيه امثلة من اعمال احنا تكلمنا عليها موجودة في هنا انا بتكلم على ناس بشايفة انه الواقع مش هو كل حاجة الخيال اهم كانوا بيؤمنوا فطبعا في فرسان الرومانسية كانوا بيؤمنوا ان هما بيشوفوا العالم من منظور مختلف عن كل الناس العاديا لان هما عندهم خيال اعلى وعندهم كرياتيبتي اكتر اوكي فابتكار انا عمل ادور على كلمة بالعربي من الصبح اوكي عندهم قدرة على الابتكار الفني اعلى من الناس العادية ولذلك هما بيشوفوا العالم من منظور مختلف بيشوفوا بطريقة مختلفة وعشان كده بيبقوا عايزين يوصلوا الطريقة دي للقارئ وان هما يحطوها في الاعمال بتاعتهم طريقة مختلفة لرؤية الحياة تعتمد على الابتكار وتعتمد على الخيال بتاع الاديب او الشاعر وعلشان كده هتلاقوا انه اعمالهم مختلفة يعني بصوا الادب الرومانسي ده يمكن من اهم واشهر المدارس ومختلف فعلا مختلف في الخصاص ومختلف في كده ولكن خلي بالكوا ان في ناس كتير اوي بيستغرب ان رومانسية لها جانب كتير جدا تشاؤمي كلام ده شوفوا على فيديو الانستجرام ولكن هتشوفوا دلوقتي احنا هندخل في الحت في الكاركتوريستيك دلوقتي كمان حبة خلينا نروح لكاركتوريستيك number 4 رابع واحدة وهي الانفسيز on beauty التركيز على الجمال طبيعي ان الانسان رومانسي بيحب الحب بيحب المشاعر بيحب الخيال بيحب الطبيعة طبيعي هيحب الجمال مفيش انسان رومانسي على فكرة في الدنيا وعنده مشاعر بيحب يشوف حاجة وحشة او شكل وحش او منظر مش حلو ده يبقى عنده خلل في حتة الماء يعني الناس اللي بتمشي تعدي تشوف شرع كله سبالة وده عادي بالنسبال ده كده حد مش طبيعي في عنده خلل ما نفسي لان الطبيعي ان الانسان وذر كان رومانسي او مش رومانسي بيحب الجمال فطبعا يعني ان الله جميل يحب الجمال وربنا نفخ بروحه يعني من روحه في الانسان ولذلك احنا فينا بعض الصفات الالهية بالسعالة طبعا مينر خالص فعلشان كده احنا كلنا مفوض ان احنا نبقى بنحب الجمال اي حاجة غير كده ده يبقى تشوه بسبب البيئة المحيطة والظروف بقى والاقتصاد والمجتمع والجودة فالرومانسي الناس الطبعية وخلي بالكم النقطة دي انتوا هتستغربوها لما اجا تكلم على الدورك رومانسيز اوكي وهقول لكم ليه لما نتكلم عليها بس مش دلوقتي هما بيشوفوا منظور برضو تاني فاكرين لما قلت من شوية كده من دقيقتين ان هما بيشوفوا الحامل منظور مختلف ايوة ده حقيقي والدورك بقى هتلاقوا منظور رايح في حتة تانية خلص anyway التركيز على الجماد خليني اقول ان القدباء والشعراء الرومانسيين كانوا بيحبوا الجمال مش بس في الطبيعة كمان الجمال في البشر يعني لو شافوا بنت حلوة بيبدأ يتأثر بشكلها وبجمالها ويمكن يعد يوصفه ويوصف فيه مش بيعاكس على فكرة هو شايف حاجة حلوة بريجوردلس بقى حتى حيقول لي ما مينفعش يبصوا اوكي انا بتكلمش دينيا انا بتكلم على المدرسة الطبيعي انه هو الجمال مش هيكون جمال طبيعة فقط هو جمال بشر كمان هتلاقوا انه قدباء الرومانسية كتير منهم جدا بيوصف جمال المرأة و ال ومينز بيوري وبالذات الجمال الطبيعي يعني هتلاقيهم بيميلوا اكتر للجمال الطبيعي بتاع الست بيوصفوا جمالها يشعرها مش بقى الحاجات الصنوعية ما تبقى شرها عاملة اكستنشن ولا عاملة بوتكس ولا عاملة فيلرز ولا مش عرفة لا هما بيتكلموا عالجمال النتشر حتى الميكاب الخفيف ممكن جدا او بدون ميكاب الجمال الطبيعي بتاع البنت او الست وده كان جانب كبير وكانوا بيوصفوا كتير في اعمالهم اه وحتكلم على ال examples في فيديو الفيسبوك ولكن ده من الحاجات الواضحة الجمال بتاع النيتشر وجمال البيبل وخاصة المرأة والجمال الطبيعي تحديدا اوكي طيب خلونا روح على ال characteristics اللي بعد كده number 5 وهو themes of solitude طيب solitude يعني وحدة عزلة اه حد الوحد ايه العلاقة بقى طيب انا كتير قوي وهتلاقوا الكلام ده بالتفسير اكتر على فيديو الانستجرام ان الانسان الرومانسي بيكون عنده حتة وحدة هتلاقوه ساعات كتير بيبقى introvert اكتر منطوي شوية حاسس انه الوحد وحاسس ان العالم مش فهمه وحاسس انه مفيش حد بيبدله نفس المشاعر بنفس القوة لانه خلي بالكو انسان عاطفي جدا ولذلك بيقيس كل حاجة بالمشاعر فبيحس ساعات كتير بالوحدة themes الوحدة هتلاقوها واضحة جدا من themes الواضحة قوي في الاعمال الرومانسية عشان كده بقولكم الرومانسية مش بس حب ورومانسية وحاجات حلوة لا في جانب برضو عزين تشاقمي زي الكاركتوريستيك ده themes of solitude themes الوحدة والعزلة طيب هل كانوا شايفين ان الوحدة والعزلة دي حاجة وحشة لا فرصان الرومانسية كانوا شايفين ان المدرسة يعني الرومانسية كانوا شايفين ان الوحدة والعزلة دي فرصة لان الانسان يقدر ان هو يفكر بصوا انتو لو خدتوا لانا بقولوا ده بترتيب تسلسلي هتفهموا ان دول ناس كانوا بيؤمنوا بالcreation ان حد يبقى creative حد يبقى عنده نسيت الكلمه تantas اوكي انا حد عنده نوع من creativity يعني في الادب الانسان عشان يبقى creative محتاج يبقى شوية منعزل عن الدوضاء الي حواليه معشان اعcontrol يفكر ويطلع حاجة متطورة وحاجة مختلفة محتاج مساحته الخاصة مساحته الخاصة دي اللي هي العزلة والوحدة ساعات بتكون وحدة حقيقية انه يبقى يعني هما بيؤمنوا انه الوحدة حاجة مهمة مهمة لانه بتخلي القديب او الشاعر يقدر انه هو يفكر كويس فيقدر يطلع بعمل كرييتف هاجة يقول الوحدة ساعات بتكون حقيقية انه عايش في وحده تماما معهوش حد وساعات بتكون مش فكرة وحدة خالص بس اللي هو عايش مع ناسه وعنده ايه لو كل حاجة ولكن عنده برضه وقته لوحده المكان بتاعه لوحده عنده سبيس ليه لوحده يقعد فيه لوحده يفكر لوحده مساحة من الوقت والمكان اللي تخليها نعزل شوي وعلى فكرة بعيدا كمان يا جوان عن الرومانسية هو حتى الناس اللي هما العباد والزهاد اللي هما الناس المتدينين قوي اللي هما بيروحوا خلوة كده مع ربنا حتى اسمها خلوة دايما هتلاقوه بيبقى لوحده ساعات كتير بياخد نفسه كده وينعزل في قوضة لوحده يصلي ويعبد ربنا لوحده او يروح في صحرة وتلاقيه بالذات الناس القدام يروح في صحرة لوحده ساعات كتير فكرة الانعزال دي بتكون فعلا صحة في حتة انه يقدر يفكر كويس يتأمل براحته في الكون فيقدر يطلع بأفكار كرياتيف فاهمين؟ حتى لو هو مش عايش حياته كلها في عزلة وفي واحدة وفي لونلس بس أتليست لوالسبيس بتاعه الوقت اللي بيقضيه في الحوار ده مش بس الرومانسين بيؤمنوا بكده زي ما قلتلكم هو ده فعلا حقيقي ولكن في المدرسة الرومانسية ده ثيم من الثيمز المهمة اوكي طيب وقد طبعا بتقدروا من هما يعني هتلاقوا بتقدروا من هما يطلعوا بأفكار مختلفة وهتلاقوا أغلب الأعمال يعني الثيم ده واضح واضح قوي في الأعمال الرومانسية كتير يعني وذر بقى نوفل دراما بوتري شورت ستوري واريب طيب خلونا نروح على الكاركتوريستيك نمبر ايت وهي طيب فوكس اون هستري واكزوتزم التركيز على التاريخ والحاجات القديمة الحاجات الأنتيك يعني احنا بنقولها الحاجات اللي فيها عبق الماضي دي برضو هرجع واقول ان ساعد كتير الناس حتى الرومانسيين الانسان الرومانسي العادي دايما بيرجع للذكريات طيب دايما عنده حنين للماضي اوكي فده حقيقي هنشوف بقى هنا في المدرسة بتاعتنا مقصود ايه بفكرة الاجزوتزم والهيستري او العودة للتاريخ او الاهتمام يعني بالتاريخ والكلام ده طيب هتلاقوا دايما الأديب او الشاعر في المدرسة الرومانسية بيذكر في العمل بتاعه الهدايا الأديمة الانتيك وذر انتيك بقى مثلا حاجة ديكور مثلا فازا انتيك او اي حاجة كده او هداية تكون قديمة حاجة شاريها من من كالتشر كالتشرز القديمة يعني لما واحد مثلا بيسافر وبيروح مثلا كالتشر ويروح مثلا حتة فيها حاجة لها علاقة بكالتشر كالتشر قديم زي كالتشر بتاع رومة او الحاجات دي وجاي بسوفونير يعني من هناك حاجة لها علاقة او حد مثلا حاجة طبع مثلا المصريين القدماء او ايا كان حضارة قديمة جايبين حاجة تمثلها هتلاقي الكلام ده موجود اللي هو الحاجات اللي هي عبق الماضي انا نسألها الحاجة اللي بتعبر عن حاجة قديمة وذر بقى ذكر قديمة او مثلا بلد قديمة او حضارة او ثقافة قديمة ورافر المهم انها حاجة لها علاقة بالماضي وما هتلاقوهم موجودة واذر اتس انتيك او جيفتس او اي حاجة من الحاجات دي كمان الاماكن هتلاقوهم دايما بيركزوا على اماكن مختلفة بعيدة نائية قديمة حاجات كده مش تقليدية يعني احنا بنقول لسه انهم بيشوفوا العالم من منظور مختلف فهتلاقوهم حتى الستنج عندهم هتلاقوه ساعات بيكون مش تقليدي بيبقى اجزاتيك كده او ايه وميل للحاجات شوية تاريخية يعني طيب اوكي انا بتاعت اللي اخبطت في الرقم هو اللي فات دي ايه بتاعت هستري ديكات نمبر سيكس ودلوقتي هنروح على نمبر سيفن طيب الكاركتريستيك نمبر سيفن ودي مهمه برضو العناصر الروحانية سبريتوال يعني روحانية سوبر ناتشرا يعني خرقه للطبيعة او موراء الطبيعة اوكي الحتتين دول وده هيساهم عشان تبقوا عارفين في الجوثيك رومانتسيزم او رومانتسيزم المدرسه رومانسيه في ادب الرعب او الادب الرعب الرومانسي نقدر نقول اوكي حتة السوبر ناتشرا دي وانه حاجات مش زي يعني ايه سوبر ناتشرا او موراء الطبيعة اشباح حاجات كده يعني عارفين جو الحاجات السوبر ناتشرا شبح مثلا اسطورة معينة حاجات دي الى جانب السبريتوال او العناصر الروحانية روحانية حاجات ليها علاقة بالروح طب يعني ايه تعالوا كده ناخد حتة كده ايه دي تيل شوية في الموضوع ده بما ان الادب الرومانسي كان بيقرب قوي من المشاعر فكان بيقرب من كل انواع المشاعر مش بيركز بس على المشاعر الحلوه او المشاعر البوزيتف لا كان كمان بيركز على او بيظهر المشاعر الناجاتيب او المشاعر السلبية الخوف والغضب والغيرة وكل الحاجات دي وكمان كان بيركز على الفرق بين الحياة والموت الموت شيء ناجاتيب او يعني مش ناجاتيب يعني التفكير مش يعني مش فريحي يعني اوكي فكانوا برضو بيفكروا في الحتة في الناحية دي كمان هتلاقوا انه كتير من اعمالهم فيها غاثيك موتيف يعني يعني ايه غاثيك غاثيك يعني قوتي يعني طبع اذا بالرعب شوي يعني ايه غاثيك موتيف هتلاقوا مثلا بيتكرر عندكم حتة مثلا العواصف هتلاقوها بتتكرر مثلا عارفين البيوت اللي بتبقى في افلام الرعب اللي هي بتبقى مهجورة وكده هتلاقوها برضو متكررة ساعات كتير في الادب الرومانسي ومنكم الناس هتلاقيوا دلوقتي عارفتوا examples للكلام ده في بعض الروايات والمصيحات اللي احنا قريدي درسناها هنا او خدناها على التشانل مثلا ضلمة الظلام الحاجات دي الاسور القديمة كل الحاجات دي هتلاقوها متكررة وواضحة في اللي هو اي حاجة تنتمي لادب الرومانسي وادب الادب رومانسيين جنرال مش راتم تكون قصة رومانسية اساسا هي مش رعب خالص بس مستخدمين فيها العنصر ده ليه ساعات كانوا بيشوفوا ان العنصر ده بيكون رمز للجلد او للزنب الاحساس بالزنب مهوز احساس بالزنب ده نوع من المشاعر وبما ان هما بيوطفوا كل انواع المشاعر ولذلك هتلاقي ان الزنب واحساس بالزنب ده من الحاجات اللي بيحسها الانسان عشان يعبروا عنها بقوة بيستخدموا ساعات حاجات من السوبر ناتر يعني تلاقي حد عمل مصيبة مثلا محساس بالزنب فتلاقي في عصيفة قامت لما يفكر في الموضوع حاجات كده يعني نقدر نقول ان دي تعتبر ايه يعني مش بس كمان على فكرة الجلد او الاحساس بالزنب لا ممكن كمان الدبريشن حد عنده اكتئاب او احساس سلبي ممكن كمان بصوا كل المشاعر الدارك كل المشاعر الظلامية اللي بتقول الانسان او السودوية كلها بقى يسويسوا عليها كل دي من الحاجات اللي بتساعد على تصويرها في خيال الاذيب وفي العمل هي فكرة السوبر ناترل والسبريتول ألمنت عكس بقى ما الحاجات الحلوة بتصورها نوعا ما الطبيعة ولكن برضو دي مختلفة شوية في الدارك رومانتسيزم هي ممكن في رومانسية ان جانرل الجمال والحاجات دي كلها دي حاجات ايجابية ولكن خلي بالكم ان في حتة في الطبيعة انا هرجع لها في الجزء الجاي بتاع الدارك رومانتسيزم طيب تامن حاجة في الكاركتوريستيكس عندي طبعا الفيفيد سانسوري ديسكريبشنز السانسز يا جماعة الحواس الانسان الرومانسي بيحب ليه بيحب الطبيعة ليه بيحب الجمال لانها بتخطب الحواس اما شوف منظر طبيعي بتخطب حاسة النظر لما شم ريحة برفيوم حلوة مثلا بتخطب الشم لما ادوء اكلة حلوة الطعم وهكذا صوت يعني الحواس بقى بتاعتنا فهتلاقي دايما الادب الرومانسي بيبقى فيه تركيز على السانسز والوصف بتاع حاجات كلها ليها علاقة بالحواس واضحة او بتخطب الحواس بوضوح زي ما قلنا انه الادباء والشعراء بتوع المدرسة الرومانسية بيهتموا جدا بالحواس طيب الكلام ده هيمشي على الشعر وهيمشي على النوفل والدراما والشورت ستوريز هتستغربوه لانه هو خاص اكتر بالشعر وهو السيملي والماتفر والحاجات بتاعت منقول عليها مواطن الجمال يعني بتاعت الاشعار يعني ايه ده هو التشبيه والاستعارة والحاجات دي موجودة طبعا هتبقى موجودة في القصائد الشعرية بس كمان هتبقى موجودة حتى في الاعمال الادبية لهم الشعر يعني في الروايات والمصرحيات هتلاقوا فيه ممكن صور بلاغية في الشرح وفي الوصف هتلاقوا صور بلاغية زي الاستعارة زي التشبيه زي الحاجات دي وحاجات تانية طبعا يا جماعة الحاجات دي هتلاقوها مشروحة في فيديوهين على القناة موجودين عن الشعر والحاجات دي هتلاقوها مشروحة بالتفصيل يعني إيه سيملي يعني إيه ماتفر هتلاقوا موجودة على الشانل طيب مش بس ليه عشان يخبوا الحواس ويوصفوا الحاجة قوي للقارئ أو للمشاهد طيب كمان هتلاقوا إن مش بس بيوصفوا حتى يعني وسط المرحلة مش بس بيقولوا على الحاجة بيوصفوها كده من بره لا كمان بيوصفوا لو حاجة ليها ريحة ليها طعم ليها ملمس معين هتلاقوا بيوصفوا الحاجات اللي بتخاطب الخمس حواس بتوع البشر ليه لإن أنا لما أجي أوصف حاجة لما أجي أوصف لك مثلا طعمها وريحتها وشكلها وملمسها ده هيساعدك تتخيلها أكتر من نقول لك مثلا أنا مثلا اشتريت فراولة لو حتى ما يعرفش يعني إيه فراولة أو حتى عارفها قول مثلا فراولة فراش عايزة وصله يعني إيه نعود أقول له يعني هتلاقي ملمسها كذا وريحتها عمزة مش عارفة زي إيه وطعمها إيه فأولونها إيه وشكلها إيه أنا كده بخليك بوصف لك يعني زي ما يكون برسم لك لوحة في خيالك فإنت بتتصور الحاجة بالزبط قدامك كأني رسمتها لك أناها رسمة بس في الخيال لأن إحنا قلنا أنهما بيؤمنوا جدا بالخيال فأنا لما كأني بخليك تشوفها وتشمها وتستطعمها وهي مش في إيدك فده إن أنا بعزز طبعا الخيال أو العلقة بالكاركتوريستيك بتاعة الخيال بيقويه طبعا جدا طيب هتعالوا نروح بعد كده للكاركتوريستيك اللي بعد كده وهي استخدام التشخيص طبعا التشخيص يعني إن هتلاقوا مشروح برضو في الفيديوهن اللي قلتلكوا عليهم بالتفصيل أكتر بس هو إن أنا بجسد شيء أو حيوان في شكل إنسان وإن أنا بتكلم قوي على الإنسان بتكلم على التجربة الشخصية بتاعتي أكتر من اللي حوالي طب يعني إيه؟ يعني البرسونيفيكيشن إن زي ما قلتلكوا بياخد حاجة بعيدا عن البشر وبشبهها إنها إنسان حيوان جماد حاجة في الطبيعة يعني ما أقول مثلا الشمس بتضحك فالشمس دي جماد يعني مش إنسان بتضحك يعني إيه؟ إيه اللي بيتحك في الطبيعة اللي بيتحك ده هو البني قدم كأني بقول على الشمس دي إنها إنسان بيتحك هو ده البرسونيفيكيشن هتلاقوا التفاصيل بقى في الفيديوهن اللي قلتلكوا عليهم ولكن هل كانوا بس بيصوروا الحاجات دي إنها إنسان؟ لا حتى الحاجات المعنوية قوي زي إيه؟ زي الحب زي المشاعر الحب والكراهية والغضب هتلاقيهم بيصوروا منهم ممكن إنسان زي مثلا حاجات الأطفال اللي هو مثلا الحب بيقول للغيرة أنا مش عارف إيه وحاجات دي فاهمين؟ ده من الحاجات المشهورة جدا وبتحصل كتير في الأدب الرومانسي وبرضه هرجا أقول إن التشخيص أو البرسونيفيكيشن من الحاجات المتعلقة أكتر بالشعر ولكن هتلاقوها إن هي موجودة برضو بالنسبة للمدرسة الرومانسية هتلاقوها موجودة برضو في النوفل والدراما والشورت ستوريز طيب هنروح على الحاجة الأخيرة في أشهر الكاركتوريستيكس طبعا هرجع وأقول ممكن عندكم في المدرسة أو في الجامعة تلاقو في حاجات تانية إضافية على دول بس أنا اخترت أهم عشر خواص المدرسة الرومانسية الكاركتوريستيك نومبر تان وهي الفوكس عن أوتوبيوغرافي والسلف يعني إيه؟ التركيز على السلف عن نفس وعلى أوتوبيوغرافي أوتوبيوغرافي يعني زي إحنا بنقول عليها إيه؟ اللي هو قصة حياة الشخص يعني تجاربك الشخصية بيركز على التجارب الشخصية للإنسان وحياته الشخصية والحاجات اللي هو مر بيها في حياته الشخصية أكتر ما بيركز على العالم الخارجي بيركز على الإنسان أكتر من العالم الخارجي وده هتلاقوه برضو واضح كتير في أغلب الأعمال أو في كل الأعمال حتى يعني اللي هي تندرك تحت الأدب الرومانسي زي إيه؟ ليه بيركزوا على الجانب ده؟ مش إحنا قلنا إنه هما بيركزوا على المشاعر وبيركزوا على الكرياتيفتي اللي هو إنه يبقى الكاتب عنده كرياتيفتي في الأعمال بتاعته ووصف للمشاعر الحاجات دي هتيجي منين؟ غير من الحياة الوقعية بتاعت الأديب أو الشاعر من الباكجراوند بتاعه حياته الخاصة هي اللي بتنعكس على مشاعره وبالتالي المشاعر اللي هو بيظهرها في العمل وكمان بتنعكس على طريق تفكيره فبتخلي إنه هو يبقى كرياتيف أكتر أو يفكر إزاي الحاجات دي كلها بتأثر على تفكير الأديب وجهة نظره والكرياتيفتي بتاعته وكمان على مشاعره ووصفه للمشاعر بعد كده اللي بيقولها في أعماله فعلشان كده كان مهم جداً اللي هو الحياة السابقة وفيه كتير من الأعمال بتتكلم عن هتلاقوا متأثرة بأعماله التانية أو بحاجات هو متأثر بها في الواقع الأديب مثلاً قصيدة بيحبها كاتب بيحبه أياً كان فهتلاقوا الكلام ده موجود والقطوبيوغرافي طبعاً اللي هو زي ما قلتلك قصة حياة الشخص السيرة الذاتية يعني من الحاجات اللي بتأثر جداً أو ثيم من الثيمز المهمة عندي في أعمال الأدب الرومانسي أو المدرسة الرومانسية طيب ده كده أشهر عشر خصائص للمدرسة الرومانسية يعني الكمن تان كاركتوريستيكس للرومانتسيزم أنا هقف كده عشان مش عايز أطول أو يباركي كتير زي ما قلتلكم الويب سايت هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن كمان في معلومات إضافية هتلاقوها موجودة على الإنستجرام وفي معلومات إضافية برضو هتلاقوها موجودة على الفيسبوك فروحوا شوفوا الاتنين معلش أنا مش هتطاقوا في كل حتة بس عشان بحب أوزع الدنيا ما يبقاش كلها في حتة واحدة سبعاً القناة هنا هي الأساس هحاول إن شاء الله قريب نزل الدورك رومانتسيزم هي عبارة عن إيه ومين روادها رواد على فكرة المدرسة الرومانسية اللقافة في الفيديو بتاع الفيسبوك وأنا قريدي شغالة على شورت ستوريز ونافلز ودراما قريدي شغالة عليهم فحيبدأوا ينزلوا إن شاء الله بالترتيب يعني زي ما قلت تاني حقول تاني الموضوع مش هيبقى بس مدرس أدبية هيبقى مدرس أدبية من ناحية وروايات ومصرحيات وقصص قصيرة من ناحية فكله هيمشي بالتوازي بس أنا قعدت أجل في المدرس الأدبية تلاقيت ناس كتير بتسأل عليها وهي مهمة يا جماعة جداً لأنها عن طريق الخصائص دي لما تبقى أنت عارف خصائص المدرسة مثلاً الرومانسية ويبقى قدامك نوفل أنت عارف أن دي تابع المدرسة الرومانسية سهل تطلع التحليل بتاعها عن طريق أن وتفهم الأناليسس بتاعها أحسن لما تعرف الكاركتوريستيكس تاعة المدرسة اللي هي بتتبعها لأن أغلبها هتلاقي موجودة يعني أغلب الكاركتوريستيكس هتلاقيها موجودة في العمل فهتسهل عليك الأناليسس كتير فأنا هحاول أمشي الاتنين مع بعض وأنا زي ما قلت أنا مش ماشية بالترتيب في المدرس الأدبية أنا يمكن هامشي بالأشهر أو الأكثر شهرة أو الأكثر تأثيراً يعني على الأدب هبدأ بيها ويمكن أرجع لحاجة قبل الرومانتسيزم بعد كده أو بعد كده يعني ما فيش ترتيب ولكن هنتكلم على كل مدرسة على حدة وبس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة يرابي يكون أعجبكم متنسوش بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وفعل الجرس طواني على إنستغرام والفيسبوك وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي باي باي